أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم زادكم الله نوراً في القلب وضياءاً في الوجه وسعةاً في الرزق ومحبةاً في قلوب الخلق واجعلنا الله وإياكم من الذاكرين والمستغفرين وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المؤمنين جمعة مباركة على الجميع طبعاً اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 17 آذار مارس واليوم معنا اللي هي ذروة زاوية التربيع اللي بين عطارد وبين المريخ اللي عطارد إليه علاقة بالاتصالات والمواصلات والمريخ اللي إليه علاقة بالحوادث والمشاكل وخلينا لحديث ما نوصل للزوايا عشان نعطيكو تفاصيل أكثر بالنسبة لهذه الزاوية وإيش المحذير اللي لازم تنتبهوا منها اليوم طبعاً القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح ينتقل في ساعات العصر لبرج الدلو والقمر الآن موجود في منزلة سعد البلع سعد بلع اللي هي موعد بث الحلقة وهي منزلة للعلاج والفراق وأتلاف الأموال والحرية ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 27 دقيقة من صباح اليوم الجمعة 17 ثلاث لينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق وبما أن القمر موجود في برج الجدي معناته منضل على طبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر على البعض مننا روح التشاؤم أو يعني الشكل غير الاكتئاب الشغلة زي هيك علينا الاجتهاد أكثر بكثير من الأمور في حياتنا ووسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً عنا بداية الزوايا البطيئة اللي مؤثر حالياً على الساحة أول زاوية هي زاوية التسديس الإيجابية اللي اليوم بداية تأثيراتها زاوية إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها من اليوم 17-3 ولغاية يوم 14-3 طبعاً ذروتها يوم 23 في تمام الساعة 8-11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بالدل على قيام الحكومة أو حكومة ما بعض التحولات أو التغيرات الإيجابية اللي بتصير فيها أو القرارات اللي بتصدرها كتغيرات إيجابية وكذلك زيادة الاستثمارات لتطوير البنية التحتية لبلد ما والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اختران سلبية بين عطارد وبين نبتون وهي طبعا اليوم آخر يوم لتأثير هاي الزاوية في ساعة المساء بيكون عنا أو بتكون عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم أو عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل بالدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار وأغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات خصوصا في قطاع الصيد البحري أو المجالات الفنية وممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية أو نزاع بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 18-3 بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيي المزاج أكثر وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل يعني مفاجئ وبتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية وبتدل على تحولات وتغييرات غير متوقعة على الساحة الفنية فبعض المطربين أو الفنانين أو الموسيقيين اللي كانوا في القمة بينحضروا للحضيد بسبب رتابة عطاهم أو عدم قدرتهم على تغيير أساليبهم أو تجديد عطاهم أو بسبب تعرضهم لمؤامرات لتدنيس سمعتهم وتشويها في هاي الفترة لا يستحسن طرح انتجات فنية جديدة للأسواق ولا إقامة حفلات في قدر الإمكان لأن النتائج غالبا بتكون مخالفة لا أي شيء متوقع وممكن نتعرض لمشاكل وعقبات في الإنتاج والتوزيع كذلك يستحسن تجنب إقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان فيها وربما احتمال وقوع حرائق أو حوادث غير متوقعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ وهاي مستمرة لغاية يوم 23 ثلاثة بيسود جو عام من التوتر والعدوانية بحيث أنه لازم علينا أنه نحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها فهذه الزاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط أيضا ممكن نواجه مقاومة ومنافسة أو عدا من طرف آخر سواء كان رئيسك أو شريكك أو عدوك وممكن تشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب وبعض الأشخاص ممكن يحتاجوا لإظهار شجاعتهم وإصرارهم ومثابرتهم من المهم أن نستخدم طاقتنا بشكل إيجابي وغنى وأن نتجنب العنف والمخاطرة أو التسرع كما أني بنصح الجميع بأنهم يحافظوا على أدوهم وصبرهم وأن يستمعوا لآراء الآخرين بين فتاح واحترام أما دوليا فترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة أو احتجاجات أو عنف وبتدل على أن حكومة ممكن يتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة وقطاع الصحة الطبيعة إلها دور فالزاوية برضو إلها تأثيرات على أمور إلها علاقة بالزلازل أو حرائق أو انفجارات أو طقس متقلب لأبعد الحدود ما بين أمطار عنيفة أو برض قارس أو حار جداً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون واللي ستبدأ تأثيراتها من يوم عشر ثلاث مستمرة لغاية يوم تسعة عشر ثلاث بينتبنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وانخفاض الطاقة والشك والخداع والفضائح وبتزداد حالات التسمم الغذائي أيضاً ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقاً إنهم بيكذبوا علينا وممكن نشعر بالذنب ومنها أشخاص ممكن يتذكروا إذا شخص في الماضي بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة أما دولياً فهي زاوية بدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفياضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناعة والصحة وممكن يكون من الصعب ملاحظة مصادر المشكلات أو مجابهة المخادعين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعاً تأثيراتها لا يوم تسعتاش ثلاث بشكل عام هاي الزاوية بتزيد من حساسيتنا وبرضو بتزيد من حدثنا وتعاطف بعض الأشخاص معنا وبرضو بتجعل أيضاً أكثر اهتمامنا بالروحانيات والخوارق والإبداع ولكن من ممكن أن نجد صعوبة بالتركيز على مسؤولياتنا العادية أو تمييز بين الوهم والحقيقة بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل والزاوية اللي ذكرتها في البداية اللي هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعاً هي بدأ تأثيرها من يوم خمسة عشر ثلاث ومستمرة لغاية يوم ثلاثة ثمانة عشر ثلاث طبعاً هي اليوم ذروتها ساعة أربعة وثمانية وأربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج إجمالاً هاي الزاوية بتعمل شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن أن تور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص ممكن أنه ينتقدنا أو يعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل بكشف عيوبه وأخطاره ولكن المهم الأكبر في هذا الموضوع أنه عطارد له علاقة بالاتصالات والمواصلات والمريخ بعمل مشاكل معناته في تحركاتنا بقيادتنا للسيارة بتنقلاتنا بسفرياتنا بدنا نكون حذرين جداً ما في داعي للتسرع ما في داعي للمغامرة ما في داعي للمجازفات اليوم نهائياً حتى على مستوى الكلام ممكن أن نكون عصبيين جداً وأنها ردات فعل سلبية جداً حاولوا قدر الإمكان ضبط الأعصاب خلال هذا اليوم طبعاً برضو إلها من التأثيرات اللي هي الأعطال اللي بتصيب الأجهزة الإلكترونية وأيضاً الأمور اللي إلها علاقة بالسيارات الحوادث ومخالفات السير أيضاً والأمور اللي إلها علاقة برضو بالبريد إلها علاقة بالمراسلات إلها علاقة بالصحفيين إلها علاقة يعني بكثير من الأمور اللي ممكن تظهر على ساحة والتقلبات السريعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 6 و 26 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة 8 و 27 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبرضو بتدل على حركة السكان المتزايدة في هذا اليوم يعني بصير في عنا نشاطات كثيرة ونشاط بالمواصلات شوف التضارب أنتو يعني نشاط بالمواصلات وخصوصاً الداخلية اللي هي الرحلات والنزهات والشغلات اللي مثل هيك ولكن عطارد بسبب مشكلة بالحوادث فعشان هيك جنفنتين مع بعض فهذا شيء بسبب نوع من أنواع القلق برضو هاي الزاوية بتركز على وسائل الإعلام وخصوصاً تركيزها رح يكون على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم أما بالنسبة للزاوية التي تليها طبعاً كل الزاوية هاي تأثيرها من منتصف الليل للمساء يعني طيلة اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالدل برضو على تحسن في حالة الشعوب ورأي العام من الحكومة أو من الملكة أو من الرئيس وبتوفر جو من السلام والاستقرار في البلد طبعاً هاي لها تأثير مباشر على المداخيل فازديد منتوج بعض الصناعات خصوصاً الغدائية منها والاهتمام أكثر في هاي المسائل كأسعار أو مراقبة أو طرح بالأسواق وأيضاً الاهتمام أكثر بشؤون المرأة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران بطيئة إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي طبعاً مستمرة لغاية يوم عشرين ثلاث اليوم ذروتها ساعة عشر واربع واربعين دقيقة قبل الظهر وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا البكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون دروتها ساعة ثنتين وثلاث وثلاثة عشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش فهي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على المشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقاً في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار يعني قلو المسار رح يبدأ الساعة ثنتين وثلاثة عشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثنتين واربع وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني مدته تقريباً نقدر نحكي أحد عشر دقية وبعدين بدو ينتقل القمر لفرج الدلو هذا بيعني إنو العشر دقائق دول فترة بظلها سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما إنو رح يكون ينتقل لبرج الدلو ساعة ثنتين واربع وعشرين دقيقة بعد الظهر يعني بساعات العصر منشعر إنه بحاجة ماسة للتغيير مننشط كثير الروتين بصير عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعياً منرغب في الانضمام لنادي المجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنو عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة أو إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلاً أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون دروتها الساعة ثلاثة وخمسين دقيقة عصراً بتوقيت جرينج أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بصير بدل ما إنو يعمل مشاكل بروح بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي رح تكون طبعاً هي تأثيراتها من يوم خمسة عشر ثلاث ومستمرة لغاية يوم عشرين ثلاث ذروتها اليوم الساعة عشر وأربعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية الناجحة وبرضو بتضمن لك إخلاص محبوبك طبعاً تعبت أنا من كثر ما حكيت يعني فاللي سمع لهون وما حطش لايك أو ديس لايك أو كومنت أو أي شيء يحطو الله يلا بسرعة 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 طبعاً بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية عنا من الآن ولغاية ساعات اللي هي ما بعد الظهر أو العصر عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعاً هذه الأولى الأكثر حساسية معناته لغاية ساعات العصر بتوقيت جرينيج أي شيء العلاقة بالتجميل إن كان بيتعلق بالجلد أو بالشعر ما مننصح فيه نهائياً هاي الأعضاء اللي ذكرناها برضو ما مننصح العمليات الجراحية الكبرى لا إلها أما من بعد ساعات العصر بتوقيت جرينيج بيصير عنا طبعاً عمليات التجميل بتصير مسموحة اللي هي ساعة المساء بالشرق الأوسط بيصير مسموحة ولكن الأعضاء الأكثر حساسية بتصير بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهو رمونات الغد الدراقية بالنسبة لعمليات التجميل ذكرنا لقص الشعر التجميلي يعني زاوية مع القمر جيدة زاوية مع الزهرة برضو جيدة يعني كقص الشعر ماشي ولكن صبغ حنا خلوها لساعات المساء أو ليوم الغد بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو معنى تخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد تسعة عشر ثلاث بيبدأ في تمام الساعة عشرة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واحد عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعديها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره أربعة وعشرين يوم في تمام الساعة اطناش وواحد وخمسين دقيقة بعد منتصف هاي الليل اللي هي الخميس على الجمعة بيصير عمره خمس وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيد الآن بنسبة خمس في المية ولكن في ساعات المساء بتصير منتحسة بنسبة خمستاش في المية القمر في الجدي بد ينتقل للدلو رح يضل في الدلو لغاية يوم تسعتاش ثلاث هو الآن سعيد بنسبة خمس واربعين في المية في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية ساعات العصر بصير سعيد بنسبة خمس في المية أما في ساعات المساء فبصير منتحس بنسبة خمستاش في المية عطارد في الحوت حتى يوم 19-3 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الثاور حتى يوم 11-4 سعيد الآن بنسبة 10% المريغ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% قرى نصف الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% شايف ناس أنا لسه ما حطوا لايك وما حطوا كومنت ما حطوا ما ألغوا اشتراكوا ما اشتركوا ما ما لفوش لفة ما سووش اي اشي في القناة يعني حاولوا تعمل هاي الاشياء ماشي وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بظل يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن لغاية ساعات العصر واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بمجال عملهم وأيضا علاقاتهم مع المسؤولين بإمكانكم تحافظوا على إنجهزاتكم القائمة ولكن بتكونوا تهدوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة الغوانين احرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات العصر ابتلتقوا الأصدقاء ممكن اليوم تحولوا تصحيح العلاقات المتردية أهم شيكو ما تبقوا وحيدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا برضو بتكثر عندكم الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبرضو بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب حباكم معكم معطكم ممكن يخرج في رحلة أو يغوج العمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها بيكون في نوع من أنواع النجاح في الحظ في حياتكم العاطفية والعائلية أما في ساعات العصر فهنا بتتغير الأمور لأن القمر هنا بانتقل للبيت العاشر فبينصب اهتمامكم حول عملكم مصالحكم الاجتماعية أهم يشنكم ما ترتجلوا المواقف والتصاريح كي لا تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم فبتضغط عليكم المسئوليات وممكن تواجهوا أمر صعب ومعقد فعشان هيك بتكون تلتزموا بالمسئوليات رغم إنها بتظل فترة واعدة برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات العصر والفرصة بتظل متاحة لما اكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة ما في داعي للمصاريف اليوم مهما كانت الأمور وبرضو لا تكفلوا حد وما دينوا حد فلوس سارعوا في تهدئة الأجواء لأنها هي فترة مناسبة للإطلاع على آراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليكم تتحلوا بالليونة والتفكير الموضوعي أما من ساعات العصر تقريبا وما بعد بتشعروا يعني وبتنشطوا بتشعروا بالنشاط وبتنشطوا في مجال السفر والاتصالات واليوم برضو بيحمل لكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب لها علاقة بالسفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لورحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء تتحركوا على مختلف الأصعي ذي الأجواء لصالحكم وداعمة بقوة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة وأيضا بوسعكم إتمام موضوع بتعلق بخطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري من الآن لغاية ساعات العصر أما يعني بظل فيها هاي اللي هي طاقتكم ما زالت ضعيف لأنه القمر مقابلكم تماما فبظل فيه محض الضغط وما بينفعكم سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرضوا لبعض المضايقات أو الخلافات أما بين ساعات ما بعد الظهر اللي هي ساعات العصر فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا أنكم تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع الوضع اللي أنتوا فيه أو وضع محيطكم بيطمعن بالكم وتفرحوا لبعض التطورات خلال ساعات العصر تعتبر هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ ما أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكو تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكو تنتبهوا لغذاكم راحتكم حاولوا أنكم تكونوا منظمين تحسنوا إدارة عملكم حاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم القمر طبعاً الآن رح يبدأ في مراحل المقابلة فعشان هيك رح تشعروا اليوم أن نطاقتكم بدأت تنزل وعصبيتكم بدأت تظهر فضبط الأعصاب مطلوب أهم شنكم ما تأجلوا أعمالكم ما تطلب أعمالكم حتى لو اضطررت للعمل لساعة إضافية أما من ساعات العصر فهنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم قوي في هذا اليوم أقوى منكم فهذا الشيء بينحسب ضدكم مش إلكم فهذا اليوم بيحملكوا برضو فرصة لا ارتباط مهم فعشان هيك رح تحافظوا على هدوء أعصابكم وما تكونوا عدائين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتشتد برضو من الآن ولغاية ساعات العصر بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتمفرج أسريركم بتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا تعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار الارتباط أهم شيء ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاولوا أنكم تصحيحوا الأخطاء أما في ساعات له العصر فهنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم ما تهملوا صحتكم انتمهوا لأعمالكم حاضروا من بعض التراجعات الصحية أو التقلبات الصحية ويعتبر هذا يعني فيه إشيء العلاقة بالجسد ممكن يمنعكم من أدى واجباتكم اليومية كما يجب ممكن تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو تشعره بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم يعني التركيز رح يظل على البيت وعلى العائلة لغاية ساعات العصر فهنا بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلقوا حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشكلة شخصية أهم شيء كما تتهربوا من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر فراعوا وضعكم الصحة أيضا وممكن ينقلق من أجل صحة أحد أفراد العائلة أما من ساعات العصر فهنا الأجواء بتنقلب تماما هنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوي أو الجيران وبتدعمكم الحظوظ وبتكونوا جارئين في التعبير عن رأيكم وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لإلكم الأجواء بتظل طيفة لغاية ساعات العصر وممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل يعني الأجواء ممتازة ولكن من ساعات ما العصر تقريبا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أو ممكن يصير حدث عائلي يلزمك بالالتزام مع أفراد العائلة لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك وحاول أنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس الأجواء طبعا بتحمل فرصة لمكسب مالي ولكن هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية لازم تهتموا بتوظيف أموالكم وتكونوا عاقلين أيضا في صرف الأموال واحذروا من النصابين والمحتالين ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات طبعا هذا كله لغاية ساعات العصر أما من ساعات العصر فهنا يعني الأجواء راح تكون لصالحك بشكل قوي هنا بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات ولكن زي ما حذرنا في البداية من الزاوية انتبه أثناء تنقلاتك تعتبر هاي الفترة فترة مهمة للتواصل مع اللي حواليه مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة وهاي التحركات كلها ممكن تسفر عن اتفاق ومصالحة الأجواء جيدة ودعمة إلك بقوة ولكن تضبط عصبيتك وما تتسرع أثناء حركتك وتنقلاتك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية هذا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر عليك أنك تتحلى بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما من ساعات العصر هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم التركيز رح يصير على الوضع المالي ممكن مكاسب من عمل إضافي أهم شيء أنه ما تغامروا بأموالكم تعتبر هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرعوا باتخاذ القرارات الحاسمة أنت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بظل القمر موجود في بيت المتاعد فعشان هيك بتظل هاي الساعات بتتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أمر الفترة هاي فيها سلبية مخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات ما بعد الظهر وساعة العصر فهو أنا بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيدوا حماستكم وعزيمتكم وبتمارسوا جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلكوا الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو هذا اليوم بيحمل لكم خبر سار وخصوصا في ساعات ما بعد العصر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وبرضو بإمكانك أنك تعزز شعبيتك وتحصد أرباح لأن القمر ما زال موجود في بيت العلاقات الاجتماعية فممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك مع اقترابنا لساعات العصر بيبدأ الضغط يظهر على الساحة لأن القمر بوصل لبيت متاعبك فهنا من ساعات العصر بتدخل فترة غير مريحة بلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحظ وحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك وهذا طبعاً لأن القمر في بيت المتاعب بدك تصبر لحقديت ما يوصل القمر لعندك فتبدأ بداية جديدة شكله في ناس لسه برضو رغم أني أنا ذكرتم ولكن ما حطوش ديسلايك وما حطوش لايك وما عملوش أي إشي في القناة فاللي ما عملش يعمل عشان ما أزال هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء